نقطة هنا حبا القضو عليها اسم الحلقة هو التطعيم أو اللقاح في ناس كثير قد يرى في أحلامه بالذات هذه الأيام أن يسوي تطعيم أو يسوي لقاح مع انتشار الكلام عن الأمراض المنتشرة طبعا أكيد راح تقوله نياد اختار أي ونعم نحن سألنا قالوا أنت لازم تتكلم دائما في المواضيع المنتشرة يعني سألنا يوتيوبار ناس زوي خبرة قالوا تتكلم دائما في المواضيع المنتشرة في البلد أو في العالم أساس أنك أنت تلاقي مشاهدة ولكن نحن نلقى عليها من ناحية علمية أو الضوء من ناحية علمية ربما حجة وحاجة في عندك ناس كثير ممكن لحين يحلم أن يأخذ تطعيم أو يأخذ لقاح ضد مرض معين أو كذا إذا كان اللقاح في الحلم ضد مرض موجود أو غير موجود بس خطير يعني والله يقول والله لقاح ضد سرطان طبعا ما في لقاح حتى ضد السرطان ضد مرض خطير جدا قاتل مثل كورونا مثلا حاليا منتشر ومات ناس كثير فيه الله يرحمهم جميعا عندما تروحهم الجنة اللقاح هنا يدل بأنك عليك أن تأخذ الحيطة والحضر ضد فاحشة أمر كبير إما على مستوى العبادات أو مستوى المجتمع مثل جريمة أخلاقية كبيرة مثل فتنة عظيمة إذا رأيت أنك تأخذ لقاح ضد مرض خطير جدا فذلك يدل بأنك عليك الإحطيات والحذر أن لا تقع في معصية كبيرة مثل بعد الشرزنا صريقة قتل ربما إذا عليك أن إذا صار شيء تكون شديد قوي متمكن تنأى بنفسك عن هذا المستوى من الأخلاق أو هذه التصرفات أما إذا رأيت نفسك تأخذ لقاحا أو تطعيما ضد مرض ربما يكون عادي مثل إنفلونزا مثل الرشح ما العلم يا جماعة الخيرين وهذه الأمراض اللقاح ما يمنعها اللقاح ضد الإنفلونزا وليس ضد الزكام العادي أو الرشح العادي والإنفلونزا أصلا نادرة يعني هي تكون يعني هي خطيرة ولكن نادرة هذا اللقاح ضدها ولكن الزكام العادي ليس له لقاح فاللي يأتي يقول لك خذ لقاح ضد الزكام أو ضد الرشح أو البرد هذا كلام فاضي هو اللقاح أو التطعيم يكون ضد أمراض منتشرة قوية فتؤدي بحياة الإنسان أما زكام رشح إذا رأيت نفسك تأخذ لقاح ضده والله ضد حساسية ضد مرض جلده حساسية إذا الحلم تأخذ إبرة ضد الحساسية معناته أن عليك أن تتماسك من كلام يؤذي مشاعرك رأيت أنك تأخذ تطعيم أو لقاح ضد حساسية معناته أنك تأخذ حيطتك من كلام قد يجرح مشاعرك شيء يخليك تحرج أو يخليك تتضايق في أمر معين أن ترى نفسك أن تأخذ لقاح من مرض متوسط معناته عليك أن تتجاهد نفسك لمشكلة ربما قصيرة ربما لست شهور أو شهر أو أسبوعين 6 شهور عن قصة مالية قد تكون هذه المشكلة عليك أن توفر بعض المال تقنن بالمصاريف حتى لا تقع فيها أتمنى يكون اللقاح والتطعيم وضح الحين بالنسبة لكم وطبعا يختلف اللقاح في اليد قد يدل على شيء له علاقة في العمل في الشغل اللقاح في الشرب قد يدل في الكلام والأقوال إذا رأيت أنك تأخذ إبرة في رجلك مع أنها غير معتادة شيء هذا أو في مكان في أسفل الجسم يدل على العبادات أو التعاملات الناس يتعامل معهم على تشلون إلى ما آخره إلى آخره